اشتركوا في القناة مع فرنسا يوم الاثنين بإذن الله في مواجهة حاسمة نحو حلم الميدالية طبعا المنتخب مصر خليل الساعتها للماضية دي يعني كان فيه افرح كبيرة جدا من كل اللاعبين وشوفنا الفيديوهات الانتشرت فيه غرفة ملابس منتخب سونين زيزو وإنني وحمزة حمزة علاء وكل اللاعبين وليوم حقا بصراح يفرح له انهم مفرحونا بالفعل مع منتخب اليد بعد رجاحهم الكبير دول بالتأكيد كل الانظار بتتايل منتخب مصر بريم عادل خطف الانظار زيزو خطف الانظار إنني خطف الانظار لكن طبعا ما نيجي لكلم على زيزو زيزو طبعا كل كلام اللي هي ملفاتي دي عن تلقيه عروض احتراف خاصة بعد تصريحات والده اللي هو بيقول بدور وكيل أعماله وقال إن زيزو تلقى أربع عروض للإحتراف بأنديا فرنسا طبعا عشان نقول للناس تفصيل أكتر زيزو عقده مع نادي الزمالك بينتهي عشرين خمسة وعشرين يعني لسه فضل الموسم دول من حق زيزو يوقع لأي نادي خلال شهر يناير الموبل ولكن زيزو بالفعل كانت فيه جلسات مع مسؤولين الزمالك خلال وفرات اللي فاتت نادي الزمالك يتمسك ببقاء زيزو زيزو بيحب نادي الزمالك ومستمر في نادي الزمالك خلال الموسم اللي فات واللي قبله كانت فيه عروض وصلت في زيزو ابرزها على اطلاق عرض نادي الشباب السعودي اللي وصل لتمانية مليون دولار يحصل عليها نادي الزمالك بخلاف ما سنتقضىها اللعبة وفق المعلوماتي ان زيزو عقده مش هيقل عن تلاتة مليون دولار في الموسم الواحد يعني تقريبا مية واربعين مية وخمسين مليون جنيه في الموسم الواحد اللي هو بخلاف طبعا زيزو الموضوع دلوقتي اختلف زيزو فاضله سنة فعاده زي بقول لكم حاليا يعني هو شهر واحد المقبل من حقه يمضل اي نادي اي نادي هيشتريه الفلوس هتقل بالتأكيد انه هيشتري سنة واحدة بس من عقده مع النادي يبقى افضله ان هو يستنى لنهاية الموسم ويتعاقد معه شهر واحد لك اما ليجي نتكلم على الواقع هو زيزو بيحب نادي الزمالك مرتبط بجنيهر نادي الزمالك بيرقى الثكرة ان هو يرحل لعنادي الزمالك نلق غصب او يشوف اي سكة ان هو يروح في نادي تاني ودوت اللي قاله بشكل مباشر واعلم فيه ان هو متمثب بالبقاء في نادي الزمالك الا اذا الا اذا دي نحط تحتها اكتر من خط ونقول فيها ان هو زيزو قال ان هو الحالة واحدة هيفكر فيها يرحل لعنادي الزمالك لو كان رحيله لعنادي الزمالك يحقق مكاسب ملايين ايه نادي الزمالك طيب نادي الزمالك حلام بالفعل محتاج فلوس نادي الزمالك عنده ازمات مالية فيه التعاقضاء فيه ازمات قيد مع ازمات المشاكل بتاع خالد بطيب وسعدي فيريرا واكتر من ازمة في المحكمة الدولية والفيف في نفس الوقت الزمالك عايز مستحقات اللاعبين الفري الاول والالعاب الاخرى وكل فرق الرئيسية الزمالك عنده مشاكل كتير جدا مالية هو بالتأكيد بلغة الارقام ولغة الواقع لو بقى زيزو تمانية مليون دولار او سبعة مليون دولار لقم لما نجي نتكلم فيه يعني نتكلم في حوالي خمسمائة مليون او روامية مليون جنيه يحلوا مشاكل كتير جدا 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 في نادي الزمالك وبالعكس هيفيد عنده كتير ولكن هل جميل الزمالك هتوافق؟ لا جميل الزمالك فرقه تماما من المساس بزيزو خاصة هو اهم من الاوراق الرابحة لنادي الزمالك ووجوده اضافة قوية لمنتخب لنادي الزمالك ومنتخب مصر برضه الموضوع في مجلس نادي الزمالك انا بقول لك لو حد واحد او اثنين شايف ان الحل الواقع ان هو يجيه لكن الاغلبية شايفين دي هتبقى ريسك ومغامرة وخطرة كبيرة جدا واصطدام مع جماهير نادي الزمالك والجماهير مش هتوافق بهذا الحل باي واضح من اوضاعه طب هو زيزو بيفكر ازاي زيزو طبعا خد قرار نعفوا ان هو مكمل مع المنتخب في مشواره في اولمبياد باريس وحلم حصاد ميداليا اولمبية لمصر زيزو بدأ مشواره مع منتخب مصر في الماتشاط بمستوى مهزوز في اول مباريات امام الدومنيكان ثم بعد كده وسباكستان وده كان واجه حملة كبيرة جدا وضغوط كثير جدا وان هو خارج مستوى ولم يبسل اي اضافة لكن الجيه الرد على كل دوت باداء رائع جدا خلال مباراة اسبانيا وتقلق فيها وكان دي دور مؤثر جدا جدا في نجاح منتخب مصر في الفوز على اسبانيا احدى ابطالة على اثنين واحد والتأهل لدور ربع النهائي ومواجهة باراجوي مواجهة باراجوي كان فيها هو احدى نجوم المباراة وعمل استسترائع لعرضية لابراهيم عادل لاحرز منه هدف منتخب مصر خلال المباراة وهدف كان هو هدف التعادل اللي هي انتهت الوقت الاضافي والوقت الاصوات الاضافي بالتعادل الايجابي واحد واحد قبل ان نحتكم الراحلات الترجيح وينجع فيها منتخب مصر بالفوز خمسة خمسة اربعة ديزو اكد المقربين ان هو مش هيتكلم في موضوع تجديد عقله مش هيتكلم في موضوع الاحتراف هو مركز مع منتخب مصر هذه الفترة نحو حلم حصاد ميداليا لان ده التاريخ هيذكره تاريخ مصر في منافسات كرة القدم مصر لم تحرز اي ميداليا اولمبية في تاريخها اه افضل مركز حقا هو منتخب مصر في دورات الاولمبية كان في في الف تسعمائة تمانية وعشرين بامستردام ومنتخب مصر حصل ساعتها على المركز الرابع عشان كده زيزو شايف ان هو نجاحه مع منتخب مصر الاولمبي ده هيكون نجاح كبير جدا هيحسب لي وهيحسب لي يعني هيحسب الرياضة المصرية رقم واحد ثم هيحسب ليه هو وهيذكره تاريخ زي مشاركات في كاسا اعلى بالضغط كده يعني منافسة اولمبية منافسة دولية كبيرة جدا هو شايف ان هو ساعد دي جدا تجربة زي ما احنا شايفين كده هو وانني عامين خبراته ولا اروع مع مجموعة الشباب اعتقد يعني هم رايحين للتاريخ اه هيواجه منتخب فرنسا القوي ولكن روح التحدي دايما عند المصريين دايما بتفرق كتير جدا وخليك تتغلب على الفارق الفنية او الخبرات الموجودة بين الفارقين وانتخب مصر طبعا بتاكيد تمنى له التوفيق وبإذن الله يوصل لاخر المرحلة وبإذن الله يكون يوم الجمعة نشوفه بإذن الله في النهاية ونحصل بنا لي بإذن الله ليه مصر بإذن الله زيزو اخر كلام بقول لكم عن موضوع زيزو والتجديد للزمالك زي ما قلت لكم زيزو عاد وهينتهي سواء عروض بعد ما والده قال انه هو فيه تلقى اربع عروض من اندية فرنسية في نفس الوقت فيه عروض من بعض الاندية العربية وتحديدا السوادية والعقد الشباب السعودي دايما بيتجدد لأنهم مقتنعين بإمكانياته وبعد مشاهدته في بطولة بطولة عربية خلال العام الماضي وهو تقلق فيها بشكل غير عادي وكان فيه رغبة قوية جدا من مسؤول الشباب لكن ساعتها إدارة الزمالك رفض العرض واجه عرض حتى لما تجدد برضو الموضوع بيواجه رفض الموقف افنان الزمالك فيه رغبة أكيدة لإستمرار زيزو رغم كل الضغوط والمشاكل المالية لكن ما فيش مفر من استمرار زيزو الاتجاه الأغلبية داخل المجلس الدارة الزمالك الحالي يرى ان زيزو ممنوع المساس به وممنوع التفريض فيه تقول للواقع ونهاية الموضوع بعد نهاية منافسات أولمبياد باريس وعودة المنتخب تحديدا لزواء الجاي يوم السبت يوم السبت القادم اعتقد هنقول بأن نتكلم فيه موضوع زيزو هيجدد للزمالك ولا هيكون فيه روض خاصة أنه بالفعل في أكثر من نادي برينسي واندية أوروبية بدأ يتتابع زيزو وبترابه بالفعل السورة كلها هتبان قدامنا بعد نهاية منافسات بقرة القدم في أولمبياد باريس أمتى الأسبوع الجاي ده وبنزدل دي كالتغطية لموضوع زيزو والتجديد للزمالك احنا مكملين في الملف دوت وكل الملفات تانية طبعا مكملين فيها في اليوم السبت تانية طبعا تانية طبعا تانية طبعا تانية طبعا